هنا في بابل يدفع طلبته المدارس ضريبة باهظة نتيجة تلكو العمل في إنشاء المدارس مع قرب العام الدراسي الجديد تشهد محافظة بابل تلكوان في البناء التحتية للمدارس ليقع طلبته ضحية لذلك التلكو مع استمرار اكتظاظ المدارس بالطلاب وهو ما يتسبب بعدم قدرة الطالبي على استيعاب شرح المود الدراسية أنا طالب سادس من بابل لنشوف المدارس عدد الصفوف يعني عدد الطلاب بالصفوف كل شوية يعني 70 طالب بالصف هذا شيء مو نظامي يعني توصيل المادة جاي يصير صعوب نقعد بآخر رحلة وكل رحلة بيها ثلاثة والأجواء عدنا بالعراق مزينة نحن طلاب من بابل نعاني من نقص المدارس لذلك يعني نحن تقريباً قاعدنا تقصير بالدراسة بسبب كثرة الاحداث تقريباً توصى إلى 70-60 طالب بالشعب لكتمنى أن نصير زيادة بالمدارس بابل مراقبون انتقدوا عبر واني نيوز ملف إدارة مشاريع المدارس في بابل وكثرة التوقفات فيها والتي امتدت لسنوات عديدة مما أدى إلى تراجع التعليم بصورة كبيرة مشاريع المدارس لدينا مدارس متوقفة منذ العام 2012 وخصوصاً ما سميه بمدارس البناء الجاهز انتشرت في المحافظة في وقتها بأعداد كبيرة وكنا نتعمل خيراً أنها تفك من أزمة المدارس والدوام الثنائي والثلاثي ولكن لأسف توقفت كحال حال باقي المشاريع ربما ميزة قلة المدارس أو شحة المدارس في محافظة بابل أفادت بانتشار المدارس الأهلية تلك العمل في إكمال المدارس بمحافظة بابل جعل طلبته تجهون نحو المدارس الأهلية كونها توفر أجواء مناسبة للدراسة على عكس المدارس الحكومية سين العوادي واني نيوز بابل